طور ازاي بقى على المستوى الفردي لللاعبين احنا منتكلم في لاعبين انا دايما بكرر الجملة دي الموسم اللي فات انا فاكر كاية الناس بتكتب على السوشيال ميديا اذا هو احسن الشحات عالدكة ما يعام حط اي لاعب ناشئ احسن عالدكة غير حسن الشحات يعني حتى جمهور النادي الاهلي كان يتقزم من وجوه حسن الشحات عالدكة حصر اصبح احد اهم اللي لم يكن اهم لعاب النادي الاهلي في الفترة الاخيرة بير ستاو ده الاهلي خد فيه مقلب واللعيب جايب اصابات وفي ناس قالوا عنده اصابات مزمنة وفيكها كلام كتير صحيح وانهم ما بيحبش يلعب في مصر ومش مبسوط وبعد ما موسمان يمشي هو ما بقاش مبسوط اكتر والكلام اللي اسمه على ده ده كله حصر محمد هاني الجملة الشهيرة فاكرها الجملة الشهيرة بتال محمد هاني ولا أطبع ما زال لعبا ناشئا ما زال لعبا ناشئا وهو ما بيلعبش غير موشين كسل عالم في كل سيز وقسل عالم منديال بس كريم فؤاد ده ده شكل لما بيع في لعب يمينه ولا بيع في لعب شماله وكانوا جايبينه انه هو بيع في لعب يمينه وشماله وكانش بيلعب مع بيتس وموسماني صحيح كهربا عشان بس افكر الناس كهربا كان حتى قبل الاقاف ما كانش في أعلى فرمة مع النادي الاهلي انا بس افكر واش الناس ناسة دي وفترة الاحتراف كهربا في فترة الاقاف او فترة الاحتراف ما كانش في أفضل مستويات يعني منذ ندمامه للنادي الاهلي ما قدمش مستويات عظيمة اه كان لفترات بيقدم بعض الموباريات بس كنتش بقدم مستويات عظيمة زي اللي بقدمها دلوقتي فتحول مش طبيعي في كل اللعبين ده طبعا غير حمد فتحي والأدوار المركبة العظيمة اللي عملها معنا هابتري معك بحسين الشحاية حسين مطالبات برحيله مطالبات وبضغط دائم من الجماهير بانه لم يقدم ما هو منتظر منه بعد ما كانت صفقة جماهيرية كبيرة جدا وقت اندمامه للنادي الاهلي حسين الشحاية بيتحول للنسخة الافضل منه النسخة الاصلية من حسين الشحاية لم تحضر الى النادي الاهلي الا مع مرسل كولر شاء امن شاء اوا ابا امن ابا الارقام بتقول كده الاداء بيقول كده المرضود بيقول كده لدرجة تخوف جماهير النادي الاهلي قالت شديد جدا وقت تجديد حسين الشحات من رحيل حسين الشحات على النادي الاهلي نفس الجماهير اللي كانت بتطالب برحيله في بداية الموسم فهنا انت لما تيجي تتكلم على موقف شبه إجماع من الجماهير على ما يقدم من مرضوط حتى لو كان الصعيد الرقمي يكاد يكون مقبول بالنسبة لحسين حسين مثلا الموسم الماضي ولنا نستعرف بعض اللقطات اللي احنا الأدوار الجديدة وأدوار الصناعة بتاعت حسين الشحات ودخوله القلب الملعب ورجوعه انه يعمل التغطية العكسية والأدوار الدفاعية سواء ناحية الشمال مع علي معلول او لما بدأ الموسم ناحية اليمين بعد اول ربع موسم مع نادي الاهلي واللي بدأ كان كريم وطهر محمد طهر كريم فؤاد اللي هنتكلم عليه لاحقا كريم فؤاد تحديدا لكن الأدوار الجديدة والأدوار المهمة اللي بيعمل حسين الشحات الواجبات الحلقة البدنية الممتازة بتاعت حسين الشحات وناس كتير كان بتتكلم على حلقة البدنية يا كريم بتاعت حسان الشحات لما نيجي نشوف المرضود اللي بقدمه حسان الشحات على صعيد التسجيل او على صعيد الصناعة انت دلوقتي انا جايب لك اهداف هيصنعها حسان الشحات من ناحية اليمين هتلاقي بعديها على طول حسان الشحات حتى لما تنقل والتطويع بتاع مارس الكولر بعد شوية في الفيديو هتلاقي الاهداف اللي صنعها حسان الشحات من ناحية الشمال والقدرة بتاعت حسين الشحات اللي زادت جدا جدا ده هدف من ضمن الاهداف اللي تصنعت من ناحية الشمال القدرة في مباراة الترجل لكن ما تيجي تتكلم على القدرة البدنية بتاعت حسين الشحات اللي زادت جدا جدا حسين كان عنده مشكلة السنة اللي فاتت كانت الناس بتتكلم من بعد الديئة 60 مش قادر انه يعمل اي واجبات لا دفعية ولا هجومية وما عندهش القدرة ان يكمل المباراة نهاردة بتتكلم على واحد من اهم الحلول اللي عند مرسي الكولر حتى على صعيد مركز صناعة اللعب حتى على صعيد التسجيل على صعيد انقاذك في المباراة الكبيرة حسين الشحات قدم موسم ولا اروع 20 اسهام من حسين الشحات الموسم الحالي على صعيد الصناعة وعلى صعيد التسجيل بشكل مباشر ده غير اسهمه في واجباته الدفاعية وفي صناعة اللعب وفي كرة زي اللي فاتت في مباراة فاركو كانت بري اسست من حسين الشحات الادوار اللي قدر يقدمها حسين الشحات مع المنظومة والنسخة اللي عندها الكواليتي العالي لقدموا حسين الشحات مع مارسي الكولر لم تحضر إلى النادي الأهلي من قبل لم يحضر النسخة الناس كان بتتكلم الأهلي معندوش جناحين النهاردة انت بتتكلم ان انت متطمن جدا في موسم الانتقالات وهادي جدا عمال مركز على وسط الملعب لتعويض حمد فتحي ومركز المهاجم تحديدا وبديل لعلي معلول آه ممكن تدعم الجناح لكن في النهاية انت بتتكلم على دعم كان دعم إجباري وضغط جماهيري لأنه ما كانش يلاقي الأجناحة اللي بتقدر تقدم له ده فبنكلم على حسين الشحات